السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في قناة مساء الأخبار معكم مزن المصري فضلا وليس أمرا دوس لايك للفيديو حتى يصل لأكبر عدد من الناس هنشوف الحرب المستمرة على دولة قطر وعلى العرب جميعا لسه مستمرة وعندهم إصرار وتحدي كبير جدا يوصلون رسائل إجباري في دماغنا وفي أقولنا وهنشوف ده خلال الفيديو بدون مقدمات هو اللي طلبه من حضرتك تدوس لايك للفيديو ولو أنت لسه جديد حبيت تشترك أهلا وسهلا ما حبيتش أهلا وسهلا بوجودك برضو معنا مشجع للريمبو اللي هما الناس لمؤاخذة يعني اللي هما الشواز والشزوز والناس المثليين والكلام الفاضي ده بيقتحم ملعب مباراة البرتغال وأورجوي نزل بقى رفع العلم زي ما أنت شايفين كده ده من صحيفة الفجر اللي نقله واقتحم مشجع للريمبو ريمبو ده العلم بتاعهم يحمل علم المثلية ملعب مباراة البرتغال وأورجوي مما عطل المباراة لحين إخراج هذا المشجع خارج أرضية الملعب أكيد كان مخبي بقى العلم ده في الشورت بقى في حتة تانية في أي حتة مش هينفع أقولها ولكن طبعا أكيد هو طالما بيدعبهم فهو واحد منهم ده مية في المية يعني وسجل البرتغال هدف بقدم اللاعب فرنانديز في دي اربعة وخمسين من اللقاء وكانت انتهت مجراءات الشوط الأول من المباراة البرتغال وأورجوي وهي من الآخر يعني خلصت اتنين سفر للبرتغال وانطلقت ورات البرتغال الساعة تسعة وزي ما أنت شايفين كده في أجواء يعني بتحصل ولسه هنشوف فيه خبر تاني خليكم معانا طب ده بقى راجل عادي كان نازل للملعب وبيعمل كده لأنه هو لمؤاخذة مش مظبوط فهو نزل وعمل كده عشان يشجع زماله لمؤاخذة اللي زيه لكن ده بقى وزير الرياضة البريطاني بيقول سأرتدي شارة لدعم المثليين في مباراة انجلترا وويلز طبعا تحدي زي ما بقلت لحضراتكم هي هو تحدي لتوصيل هذه الرسالة مش يعني مش عارف إصرارهم ليه ليه يعني هو ده السؤال اللي عندي ليه الإصرار ده كله اللي انتوا جايين تنقلهن على الأراضي بتاعتنا وقلنا قبل كده ندي ثقافتنا وقلنا كلام كتير لكن الإصرار هو ده اللي علامت استفهم بالنسبة ليه الإصرار اللي عندكه ده سيرتدي وزير الرياضة البريطاني اسمه أندرو شارة بألوان كوز قزح لدعم المثليين وذلك لدى حضوره مباراة انجلترا ضد ويلز يوم السلساء في المجموعة الثالثة للجولة التانية للمجموعة التانية بمونديال كطر وكانت انجلترا ويلز بين سبعة منتخبات أوروبية طبعا يعني أنا متأكد أن المباراة دي هتخلص لصالح انجلترا مما لا شك فيه يعني هما الاتنين أصلا إن ويلزي دي أصلا هي هي تبع انجلترا فهم هيسيبوا المباراة البعض وارتدت شارة وزير الداخلية الألماني نانسي اللي احنا شفناها شارة حب زفت حب واحد عليهم وعلى دماغهم أثناء جلوسها إلى جوار رئيس الفيف خلال هزيمة ألمانيا المفاجأة أمام اليابان اتنين واحد وطبعا كلنا فرحنا فيهم وقال أندرو وهو مثل الجنس وأيضا يعني هو ده لشبكة إحدى الشبكات يعني بيقول سأرتدي بالتأكيد شارة حب واحد يعني طبعا إحنا عارفين أن انت كده مش مثلي انت مثل نفسك وأضاف أريد أن أظهر الدعم وأظهر الدعم وكنت سعيدا برؤية الوزيرة الألمانية سلام حضرت إحدى المباريات مؤخرا وأعتقد أنه من المهم أن أفعل ذلك وتابع أندرو أن هذه المباريات يجب أن تكون عرضا احتفاليا وأن أستمتع بها يعني كل الناس من مشجعين كرة تحتفل بها لكن للأسف شعر الكثير منهم أن هذه ليست كذلك يعني هما اللي قصر يعني فرحتهم في تشجيع الكرة هو أنهم لمؤخذة مش مظبوطين وكانوا عايزين يحتفلوا باللمؤخذة اللي زيهم وختم أن هذه ليست بطولة بالنسبة لهم في أحدى عشان بس قبل ما كامل الموضوع في واحدة على طول بتكتب لي تعليقات هي متهيئة لي أن هي بتقول أحدى في الولايات المتحدة الأمريكية وهي دايما تكتب لنا وتهاجمنا وتقول يعني هي بتشجع المثليين أنا يعني مش حابب وأنت غير مرحب بيكي أصلا في القناة يعني أنا عمري ما قلت كده لأي حد حتى اللي بيشتمونا معرفش ليه يعني فيه ناس بتشتمنا ساعات في التعليقات وناس بتقول كلام ما يتقلش لكن ما بمسحش تعليقات من هذه النوعية كل واحد يقول رأيه براحته لكن أنت طالما بتشجع المثلية والشزوز أنا عمري في حياتي ما هسيبك وهمسحك وهملك حظ على طول بمسح تعليقاتك هي عارفة نفسها كويس جد وكمل لما شعروا أنهم يمكن أن يكونوا جزءا من هذا وغير مقبول طبعا غير مقبول وغير مقبول بيك أنت كمان مش شرط أنت وزير الرياضة البريطاني أنت كمان لو أنت كده أنا في رأيي الشخصي أنت غير مرحب بيك على الأقل فوجة نظري يعني هما يسيبوك تدخل طبعا لأن ده قطر بترحب بكل الناس علشان خاطر دي بطولة عالمية أنا بالنسبة لي أنت غير مرحب بيك أصلا أنت أو أي حد بيدعم هذا القرف من ضمن الأشياء برضو كانت جديرة بالذكر النهاردة انقطاع التاري الكهرابي خلال مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم وده جاء لكل مواقع التواصل الاجتماعي وده صورة يعني حقيقية من الملعب ساعة انقطاع تاري الكهرابي وشهدت مباراة البرازيل وسويسرا دمن منافسات الجولة التالية من دور المجموعات بطولة كأس العالم انقطاع الطيار الكهربائي وانقطع تاري الكهربائي في استاد اسمه تسعمائة أربعة وسبعين الذي يستضيف مباراة البرازيل وسويسرا دمن منافسات المجموعة السبعة بكأس العالم وخلال دي أربعة واربعين من عمر اللقاء يعني كان خلاص فاضل ثواني ويخلص الماتش انقطع الطيار أو الشوت الأول يعني انقطع تاري الكهربائي لعدة ثواني قليلة قبل أن يعود مرة أخرى العمل بشكل طبيعي ولم تعد أو تعود الإضاءة بشكل كامل استاد تسعمائة أربعة وسبعين وبالمناسبة تسعمائة أربعة وسبعين هو معمول من تسعمائة أربعة وسبعين ألف كونتينر ومعمول كله من كونتينرات حديد وهيرجع تاني يتم تشكيله طبعا حاجة مشرفة جدا اللي قطر عامله طبعا ده وارد أن ينقطع الكهرباء ويرجع تاني حيث ظلت بعض كشفات الكهرباء في الملعب مفعالة ويتصدر المتخب البرازيلي جدول أنا أعتقد في وجهة نظري البسيطة إن كاس العالم هيكون ما بين البرازيل وفرنسا وتونس والمغرب أو المغرب بالتحديد ممكن تاخد مركز ثالث أنا أتمنى أشوفها الأول طبعا ولكن أنا أعتقد إن شاء الله إن المغرب يكون لها نصيب كبير جدا بنوجه التحية لكل إخواتنا وحبيبنا في المغرب وتونس وقطر والمملكة العربية السعودية والجزائر وكل الدول العربية ده منذ ثلاث ساعات زي ما نشايفين كده من قناة روسيا اليوم هجوم إماراتي على إسرائيل وأكد سفير محمد بوشهاب نائب مندوب دولة الإمارات للأمم المتحدة اليوم ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين أصل فلسطينية معرفش هما إزاي كتبين إن الدولتين فلسطينية واسرائيلية دي الخبر هو اللي كاتب لأن الناس عاب تقول لي هو أنت بتعترف إن إسرائيل دولة يا جماعة الألفاظ بتبقى مكتوبة إحنا ساعات بنقراها أنا بس بوضح دي هو الموضوع بيقول ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لكن أنا بعدي له لدولة فلسطيني الحبيبة والكان وخلال جلسة بمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية قال السفير محمد بوشهاب أن هناك حاجة مسة لخفض التصعيد بين الإسرائيلين والفلسطينيين مشددا على أنه يجب وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين وكمل كلامه قال نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين وضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي مصدر الخبر هي العين الإخبارية ونقلوا روسيا اليوم باجهة تحية لكل أحبابنا وأخواتنا في فلسطين ربنا يهدي الحال وصبروكم إن شاء الله هيكون على خير بشكركم جدا لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو ما تنساش تكتب لي الله وأكبر أو الله محبة أو أنا من أحباب مساء الأخبار شكرا كان معاكم أخوكم مازن المصري من قناة مساء الأخبار أرأسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة